واضحة نبدأ نبدأ إن شاء الله لكل ترمونتوا طيبين أتمنى لكم التوفيق نهاردة أو اليوم لكم نتمنى لكم كورس موافق ويكون تنهيد لنتقالكم إن شاء الله في الكلاميكال فيز محاضرة النهاردة كان الهدف منناع البيوميديكال حيثوري تيكين بشكل بساعدة تساعدكم لتأخذ الأول في الكلاميكال كارير يعني نستعد إننا السنة الجاية هنتعمل معريل بيشنت ونتعلم زي ناخد جود ميديكال هستوري حاجة تانية إنها تساعدكم في الموديول اللي أنتو بذينه في الستيج ريليزد أبروتش اللي هتبتدو في النيوتريشن والميتابوليزم يعني إيه ستيج ريليزد دي عنده أكيد دكتور ياسر حتى نشرح لكم إنه حتبتدي تتعاملوا مع الحالة تعرفوا داتا منها بنفس المنطق اللي الدكتور يقابل بي مريد ويبتدي يسأل أسئلة حين يقدر يوصل للديagnosis is not just checking a list of questions it is about how you are thinking about your patient so the aim of the lecture today is to emphasize on the structure of my clinical history know how to approach symptom or analysis and introduce you to what's called the clinical reasoning skills okay okay ببتدي دكتورة ما بيقابل عيان إيه هدفه take one yeah the first aim of any physician when you first see a patient إنهم ما تروحوا تشوفوا عينين في المستشفى بدوا تكلموا مع المرضى هدفنا إيه diagnosis diagnosis كلام منطقي إحنا هدفنا في البداية إن إحنا نشخص العيان يعني إيه diagnosis يعني إحنا وإحنا بندرس في السنة اللي فاتت أو الكورس اللي فات كنا بناخد مثلا عيان عنده unilateral weakness hemiplesia إيه causes نبتدي واحد اثنين ثلاثة نعد inumerate causes maybe more than 10 or 20 cause for any symptom the same for every symptom عيان عنده كف عنده بين عنده whatever there is a list of causes this is the basic science what they say if there is a symptom it has a list of causes لكن أنا أما بشوف الpatient بتاعي في المستشفى جاي يتكلم أنا عندي كف أنا عندي there is weakness in one side there is pain whatever the complaint of the patient I can't just put this list the differential diagnosis for the patient and start dealing with them ده إيه لو أنا عدي في الكحة إيه أسبابها إيه أسباب الكف من أحاجات other respiratory اللي هو the respiratory اللي حاجات outside the thorax وفي كل واحدة من دول infection وإنفلاميشن وأسباب يعني ممكن تملى صفحتين لو أنا جالي كل عيان بيشتكي من قحة ومتتعاملت معايا على كده العيان حتطر عمله a lot of investigation which is not needed we may be I will get lost within this dilemma of multiple diagnosis so diagnosis is something else diagnosis is to be selective to choose from this list of causes what is appropriate for the patient you may from the patient history able to identify one single diagnosis or if the situation is not clear enough you may have a differential diagnosis three or four most likely diagnoses and you select from them or have more insight for the patient during the examination or investigation وحنا بنعمل the differential diagnosis we should first consider what is the most likely to be the cause in this patient يعني ما العيان جاي وقال انه بيكوح عندنا تفقنا causes list 20 سبب الحاجة اللي بزهني العيان ده مستلي هيمشي ايه في 4 5 اسباب شكلهم يمشوا مع المريض ده من وسطهم المست likely عشان الآثر symptoms اللي العيان جاي بيها عشان خاطر الاج بتاعه عشان عشان حاجات كثيرة هنتعلم يبقى ده المست likely diagnosis what is the most likely اللي انا متوقع ان ده هو السبب فعلا اللي عند العيان and it also should include what is the most serious so if the patient complaint بيشتكي من عنده الموبتس موبتس انتو عارفين يعني ايه يعني cuffing of blood مش كده طيب لو انا عندي ده ده اعراض العيان والكلام اللي هو بيقوله عنده fever وال لسنا المست لست اللي اعتجل لامت Metean ل Cathar لمن اعطي 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 ا acad وهو ده ندفع تشتعله بيه وانتو بتعملوا الريستاج ريليست وموديول بتاعكم انه بتدي يعرض لك سيمطوم للعيان باست على السيمطوم في الليبل ده بتاعها والانكويرز اللي انتو طرحتوها بقى عندكم ده الوركينج دياجنوزز اللي بنشتغل بيها بعد شوية يديك معلومات كمان وكمان ممكن تغير الوركينج دياجنوزز ده باست على النيو داتا اللي بنشتغل بيها الدياجنوزز يعني ايه يعني اعرص صين اللي بيوجع العيان او صين المشكلة اللي عند العيان وايه سببها وهي ايه مؤسر عليه ده بالبلدي كده فانتفي كلي بقى الاناتوميج دياجنوزز where is the problem pathological what is the possible cause and the functional is the orgasm that had this cause is functioning well or there is any defect in its function فلو عيان جايش تكن من عنده abdominal pain ماشي يبين فين فين في ال upper abdomen فانا اما الدرس الاناتوميج هعرف ايه الورجنز اللي موجودة في الحطة زي وقدر اقول آل المكان اللي بيشاوره حليده ده المكان بتاع الستومك او بتاع البانكرياس so there's a problem within say the stomach so he had a problem in the stomach ok is it infection is it trauma is it malignancy is it degenerative disease is it inflammation ده الباسولوجيكال دياجنوز طيب is this organ is able to function عيان بيكوح كوحة دي سببها ايه اتفقنا let's talk of causes حاجات كتير جدا انما patient wise approach هيبقى عندنا الكوحة مع العراض اللي العيان جاي بيها تقولي انه عنده المشكلة في الشيست طيب خلاص يبقى ده الاناتوميكال دياجنوزي ياه ده chest problem يعني مش حاجة upper airway لا is within the lung اوكي طيب باسولوجيكال دياجنوزي العيان عنده سيمتوم زي كمان تقولي اه ده شكله انفكشن يبقى ده باسولوجيكال دياجنوزي is infection or within the lung so it is pneumonia this patient is severe ديزنية cyanosis and these are signs of respiratory ثلية يبقى معناه تالت ترمي في دياجنوزي ان اللنج اللي عندها الانفكشن مش قدرة تشتعل بشكل وايس فالعيان دخل في elspiratory whenever you meet a patient you have to answer these three questions اوكي mostly in 70% of cases you are able to answer these questions from just taking a good history from the patient ديما كل الاطباء كلنا واحنا جونيور بنتحيق لنا انه اهم حاجة اللي يتعلم عامل examination كويس بعد شوية انا بقى اكسبرت وابقى consultant اطلب الانفكشن الخطيرة اللي محدش بيعرفها غيري ماشي اوكي لا هي البرست step that you identify your patient problem is the history taking if you take a good history you are able to solve more than 70% of cases طب طب اللي بقيين البقيين برضو الحيث الكويس اللي انت اخدو will indicate for you what you search for during the examination or the investigation history taking is not just checking alistos symptoms يعني احنا دلوقتي ان شاء الله هتاخدو في l-e-c-e في الكورس بتاع المراض اعراض respiratory system symptoms for the g-i symptoms for the cardiovascular symptoms for the general complaints ومكتوبين بلست فعلا وبنتعلم وبنقول لكم تعلموا تحفظوهم وتعلموا وتسألوا عليهم how to check it rapidly لكن when you are dealing with a real patient it is not just checking لانك لو جبت الليست دي عندك مش عارف أنا في بطنك عندك لسيوريا عندك في الاخر هتربط ما بينهم ازاي هتلاقي نفسك you get lost عندك زي بازل اتركب غلط عندك عارف توصل لكن لو عملتها زي نكون تري انت بادي من النقطة النقطة بتودي الفرع فرع في الاخر هتلاقي نفسك وصلت للproblem وده اللي بنسميه Biomedical History ب Formulating a complete picture about the patient يعني العين جاي بمشكلة خلينا في الاجزامبل بتاعنا الفيشنت اللي جاي بيقح ها لسي الفيشنت اللي جاي بيقح ده عنده دي His current problem خلاص دي ال Biomedical History بتاعنا لكن هو Diabetic وHypertensive وكان عنده Old Stroke ده الBackground بتاع patient Can I manage the patient appropriately without knowing his background No So you should formulate a complete picture about your patient to be able to manage his or her problem And of course to establish a relation with the patient في أثناء بقى ما احنا عملين نحكي كده وناخد منه details وحصل كذا ومحصلش كذا برضو احنا محافظين على إن ده real encounter لما فوني بقى فيه appreciating a patient complaint showing empathy using both verbal and verbal non-verbal ways of communication عشان زاعدنا إن أثناء discussion you are able to build a good report with your patient I think you are familiar with this picture this is the Calgary Cambridge framework of consultation أنا أنا بقلنا كثير قوي بنشتغل في المنطقة الفؤانية دي اللي هي initiation of the session والpatient perspectives ماشي طفح يعني درستوهم على مدار كذا سنة ودقيتو expert في doing them إنما دلوقتي احنا هنركز على نقطتين Biomedical History والBackground Information أو الهول Context Other Data Relevant to the Patient Biomedical History أو History Taking زي ما زمعي لكل أكبر منه في السن لما بيروح المستشفى هاخد History من The Patient This History includes The Patient Chief Complaint History of the Present Illness System Review دي مشكلة اللي هو جاي بيها دي بقيت مشكله اللي ممكن اكتشفها سواء هو عارفها أو مش عارفها سواء related للإنستا أو related للحاجة تانا دي بصد Medical and Surgical History Drug History Family History and Social and Personal History The Art is mainly in the Present History but all items are important and equally essential Chief Complaint usually to take it from by the Patient onwards يعني هو جي أنا عنتي كاتمة نفس يبقى shortness or Breath أنا عندي حاسة أن أنا عندي ففار في عناي يبقى يلوش The Acceleration of the Scleral عشان تحتفظ بالوصف اللي هو قاله يبقى دي هي دي مشكلتها مش الinterpretation بتاعتك لها أمين أمين بتاعتك المشكلتها من طاعتك بإسرام ما قام أمين بإسرام الان أي محل المشكلة اللي عندك جاي للمستشفى النهاردة وليه بن insist على كده لأن العينين الكرونيك ممكن يبقى عندهم شكاوي كتير فإحنا دايما بنبقى عايزين واحدة أو اتنين يبقوا هما المين بتوجعه فعايز بالمرة يطمن عليها وكان عنده جفاف في الجلد فباللمرة عايز دي حاجات ممكن طبعا بس لو العيان عنده كتير نقوله ايه اكتر حاجة تعبك فيهم ايه اكتر حاجة خليتك تيجي النهاردة زي ما اتفقنا بالكثير او مش اكتر من كده لو ان العيان عنده ولو هم 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 يبقى هنعرضهم يعني الحاجة اللي بارد الاول ثم اللي بعدها بعدك ندخل على المنطقة اللي فيها الارت كله اللي هي يعني ايه بترسم لوحة ايه العيان بالظبط ان انت ما اسمع البرزنت هستوري لأي حد واخده العيان انا قدر اتصور كل حكاية العيان هي ايه ماشي لو ان الاسئلة اللي انتفقلت في البرزنت هستوري اسئلة صح وغطت كل حاجة هيبقى كايني شفت انا العيان بالظبط انما لو اننا ماشي من البرزنت هستوري من البرزنت هستوري وي مال ايزر فورم ارونج بيكتشر او انيبل فورم ابيكتشر فروم زاستوري يعني ايه او يعني ما اقولوش يقولي العيان ما عندي كحة خلاص اقولو ايه بقى الكحة ناشفة ولا فيها بلغم الكحة بالليل ولا بالنهار الكحة بتزيد ايه اللي بيزودها و ايه بيناقصها دي قاعدة كوش دي هيختار يا واحد يا اثنين ماشي ليه عشان ندي فرصة للعيان ان هو يوصف الحاجة اللي هو يفيه زئ ماشي كده زي ما هو حسيسها بالظبط احيانا القاعدة دي دي لخبة العين واحد عنده ديرية تقولو تب الدايرية فيها ميوكس ولا غوتري ها فيها بلد حاجات دي لو ان العيان مش مركز او مش قادر مش عارف بالظبط ايه المشكلة حينقي اي كلمة من اللي انت قلتها يقولك آه هي زي المية يعني فيها مخاطق آه فيها مخاطق طب فيها دم أصعد ليك أحيانا كده يبقى أنت عملت إيه عملت confusion للعين والنفسك ماشي فإنشيال leave the patient to press himself وزود any interruption يوصف اللي هو عايز يوصفه كله بعض الpatients are good historians يعني بيعرف يحكي كويس ويعرف يوصف مشكلته كويس فهتلاقيه غطالة كل النقط اللي أنت قلت محتاجة بعض الpatients are not so in this patient you will still ask a specific question trying to figure out باية الصورة اللي احنا كنا عايزين نرسلها خلاص so this is the first advice when we are taking the history of the present illness simply في كده set of questions that is cardinal for every complaint أي عين جايب أي حاجة لازم حاليسأله على شوية حاجات عشان زي ما التفعنا دي بترسم الشكل بتاع العرض ماشي اوكي وصف لي الكوحة وصف لي كل حاجة بس أنا مش قادرة صف هي سببها ايه الكوحة يبقى فيه بعد كده specific question based على السمتم اللي الpatient جاي بيها specific question that aims to identify identify تلات حاجات اللي احنا قناهم من شوية الاناتومical diagnosis والفنشنل والالتثيولوجيكال diagnosis so whenever you are dealing with a patient start with the cardinal question you have a picture about the patient problem now start to adjust or put the other touches that help you to know what is the cause of this problem اوكي another question تهلا onset course duration اي حد logical thinking واحد جاي يقول بطني بتوقع صدري بيوقع السؤال المنطقي اللي حيخضر في البعضنا كلنا من امتى تفرق معنا ولا ما تحرق يفرق جدا الانت والcourse duration just asking about them may limit or change the list of differential diagnosis فلو ان العيان اللي جاي بيشتكي just being ده acute ممكن احط differential diagnosis عن واحد يقول اه عندي واجع في صدري بقى له 6 شهور اه ماشي انا 6 شهور ومستمر ما بيزدش ما بيروحش مثلا يعني فأي حاجة duration بتاعتها هنبتدي نعرف هي acute ولا chronic وdependent بقى على السمptom يعني القحة مثلا اني قولك لو القحة اكتر من اسبوين بقىت chronic لو قال من اسبوين تبقى acute طب ده فايدته ايه فما تيجي تفكر في الdiagnosis طبقا احنا وإحنا بناخد الhistory مش بنبص على الأسئلة احنا بنبص لبعيد احنا بنبص ان احنا عايزين لوصل لتشخيص فانا ما قال لي ان القحة بقى لها يومين ثلاثة انا قمدت من دماغي خلاص عملت دليل the causes of chronic cough احنا بفكر بس في السكتور بتاع acute cough the same for chronic يعني ماشي فدي مش routine question دي حاجة مهمة جدا ماشي الانست يعني ازاي بدأت اه هي بقى لها سبعين بدأت فجأة ولا بدأت بالتدريج ولا بدأت صادق ماشي ماشي تفرق اه هاجات الصادق اللي دي بتبقى traumatic vascular حاجات acute دي infection والinflammation حاجات chronic infection chronic inflammation المالجنانسي بتجي بالراحة كذا ماشي كورس بتاع الحاجة حاجة بدأت وماشي stationery ولا progressive ولا regressive لو infection حتلاقي دايما progressive مالجنانسي progressive الحاجات بتاعت degenerative disease بتبتدي بتبقى progressive عكس لو حاجة الكوز بتاعت روماتيك في البداية الدنيا صعب قوي بعد شوية الأمور تمشي تبقى regressive في الكورس بتاع اوكي so this is may give clue about the possible orthiology of the patient problem من أول كلمة سألنا عليها في البرزنت بعد كده هنا كده سألنا امتى بعد سؤال امتى نسأل ايه ازاي شكلها ايه واتزا quality وانتي بقى بتفرق لو هو بين يبقى حسأله البين ده عبارة عن تقل ولا حرقان ولا مغس يبقى الزيت اشارب ولا ضل ايه ولا كول ولا هارت بير ولا شكله ايه بين وكل واحدة من دول ممكن تلاقيها او بعد ما ندرس كويس ما نعرف هتلاقي كل كلمة من دول ممكن نورت في دماغ كده فكرة قادي goes with the diagnosis like what منشي او تفيل like لو الحين بيشتكي من قحة القحة دي نشفة ولا فيها بلغن قحة البلغن ده لونه ابيض ولا اصفر ولا لونه اخضر ولا عمل ايه كل حاجة may help you direct you about different etiology for the patient to complain the same for diarrhea the totally only so whatever the complaint of the patient بعد ما عرفنا امتى نسأل ازاي اللي هي how to feel like ماشي how severe it is ماشي عشان عارف ان اي حاجة سبير اتبقى affecting the patient general condition او interfering with the patient daily activity واسهلكم البين ما يبقى اينا عنده قلم نعرف البين ده بطنك بتوجعك بس بتتحرك وتروح وتيجي ولا بتلاقي نفسك مش قادر تتحرك خالص وقاعد وتغير من الشغل وكده ماشي طبعا كل ما يبقى الحاجة intense سبير قوي بمعنى انها يعني acute او فيها حاجة endangering you should يعني find it out خلاص احيانا البين يعملوا scale من 0-10 لو انت عندك scale من 0-10 how you can grade your pain اوكي بعد كده اللوكيش فلو عيان جاي الشاك وبتاعته ببين احدد البين ده في بطنه طب الاسواج عفو بطنه فاني حتة بالزبط فوق ولا تحت ولا في الجناب ولا فين chest pain zit central chest pain ولا بين بقي جن من chest there is any specific radiation يعني البين بيروح لحتة تانية وطبعا النقطتين دول بما انكوا درسوا بالموديول بتاع الكارديو respiratory تعالفين ان هو دي مهم في امراض زي مثلا myocardial infarction والانجينا انه ممكن الكاركتر شكل الوصف بتاع العيان بتاع البين اللي هو بيوصفه والradiation بتاعته that helps you to put the possibility of this diagnosis بعد كده ايضا انا what is increasing and what is decreasing factor يعني ايه يعني الواجع ده ايه بيزود الواجع مثلا واحد بيشتبني واجع فضاطنون يبقى العقل كتسأله ايه اللي بيزود هولا كان زي ايه ايه واحد واجع فضاطنون يبقى الاكل هل الاكل بيزود الالم اللي صداطنك ولا لا بيزيد مع الاكل بيزيد مع اصناف معينة من الوجبات ولا لا واحد جاي بيشتكي من تشاستبال بيزيد مع المجهود ولا لا مع الحركة واحدة عندها كحة ها الكحة دي بتيجي ما تتعرضي العطر البخور بتعمل مجهود تجري تركض ماشي يبقى دايما بتندور ايه اللي بيزودها ايه اهمية ده برضو هتلاقي نفسك المعرفة ايه اللي بيزود بحاجة قادر بشكل كبير جدا تتخيل ايه نيتشر بتاعتها ايه واحد عنده كحة الكحة دي بتجيبه اما يتعرض البخور ولا العطر يبقى خطر في بالكو ايه كده على مستوانا نمتو نمتو ولا لسه معاي ايه اه 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 احنا من غير ما نبقى شفنا عيانين ولا عملنا حاجة شيء منطق المنطق بيقول كده عياني عنده كحة الكحة دي ما يتظهرش عنده لما يشم بخور معين خلاص يبقى عنده ازمة رمكة الازمة للحاجة دي تمام شوف انت شخص من ايه من كلمة بسيطة جدا في الهيستوري هبتضخف بواحدة من الفيرس برايورتز بتاعتك دي سغينشل دي موسيس so these are important don't take it very lightly كده ده مجرد كلام بنقوله لا هو ده اللي بيشخص المرضى خلاص so عرفنا ايه اللي بيزود ويه اللي بيناقص الاجريفيتنج او او بعد كده نعرص ايه حاجة تانية بتشتكي منها او هو بيشتكي من حاجة تانية هو هو نفسه بيقول انا عندي كح وسخونة خلاص اعرف سخونة دي بادية من امتى ووضعها ايه وكده ويه sequence هل هو سخن الاول وبعدين كح ولا كح الاول ولا سخن عشان برضو اتخيل اللي السوري بتاعتي مشيت ازاي خلاص الحد دلوقتي الحاجات اللي هو جاي بيشتكي منها بس انا بيعمل ايه بيقول انه بجمع كل الداتا عنها برسم 3D بيكتر لها يعني بجيبها من كل الزوايا الحكاية بتاعت هو جاي كان يجي يقول بس انا جاي بكح انا بقى لميت هو بيكح من امتى وبيزيت ولا بتقل وإيه بيزودها وإيه بيناقصها وكحها دي اكتب بليل ولا بالنهار وفي حاجة بتزودها وفي إيه بيغياحها ومعها سبيوتم ولا لا ولو معها سبيوتم السبيوتم ده لونه ايه يبقى انا كده رسمت 3D بيكتر بتاعتها طيب بس برضو لسه ما وصلتش للتشخيص يبقى عندنا بعد كده الاسئلة دي بقى مش 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 لسه كده حديها لكو دلوقتي لا ليه دي مهتمدة على هنبنيها وحنعرفها في الاسئلة دي كل ما ندرس الامراض ونتعمق في البسولوجي بتاع الحاجة ماشي فاحنا مثلا من واقع تعمقنا في اننا درسنا البرونكيا الازمة اقدر اعرف دلوقتي انا اسأل كمان العين ده عندك ويزيس ولا لأ احنا شكينا هو انه الكحة كانت عنده اما بيتعرض لبخور الدكتور قال انه شاكك في الازمة في الالرش اوكي فانا عارفة ان الالرش ده كمان بييجي في ويزي تشست فيبقى اسأله على الويزي تشست عارفة ان الالرش ده كمان ممكن مع اتوبي عارفة كمان ان الازمة دول الاعراض بتاعتهم بتبقى اكتر مثلا الصبح قرب الفجر اسأله في يبقى على حسب حكاية كل عيان ماشي العيان ده الواحد جاي بشتك يبقى بدون من البين في الاطفال طبعا بتبقى حاجات فانكشنال حاجات بسيطة كده ماشي غير واحد راجل عنده سبعين سنة اللي هو ممكن يكون في ريسك في في يبقى الاسبسيفي كويتشن ار تيلور تبنج ان تابيشن كاركترستيكس يعني العيان ده همره قد اي وحالته اي واحد جاي بشتك يبقى بدون من البين بدون من البين لو هو دي يبقى الاسئلة اللي حسألها لها مختلفة عن نفس الاتنين هم جايين مع بعض واحد بشتك راجل وست فالاسئلة اختلفت بيز ده على ال على 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 خطرت في بالي من الاسئلة اللي سبقت اللي انا خطتها ماشي والاسئلة دي ساعات بتبقى مهمة سواء العيان جاوب عليها بالإجاب او يعني يعني انا العيان اللي قلنا ان احنا شكين انه هو يكون ده الارجي حسألوا معك ويز ولا لا لو قال لي اه هتبقى جود لو قال لي لأ برضو هتبقى مهمة ما معهاش ويز ما معهاش الارجي ما معهاش دي فكل الحاجات هتلاقيها بتقلل من بتاعت الازمة اللي انا فكرت فيها من الاول هنعرف الاسئلة معركتنا بالبي كل ما هيزيد عندنا الحفيلة اللي ممكن نسأل عليها بط بيدك تنكي اناتومي كالي عيان جاي بشتكي من حاجة شوف ايه الارجين اللي ممكن تبقى فيها سهل كده اسأل ايه خلاص انا عرفت الحب الاسئلة الاول الانين اللي هم الانست والكورس والدوريشن واللوكيشن والراضيشن دي حاجات خلاص كلنا هنبقوا متسويين فيها انما دلوقتي انا بفكر تشست ده في ايه في القلب في اللونج بس اللونج ما هنبتحسش بالبين بس حواليها البلورة هي اللي ممكن يتحس بيها بين وفي ماسكولوسكالتر العضلات والاربطة والحاجات اللي في المنتقى دي سو افسس بين حسأل انا كده البين ده مع ديزنيا ومع أورثوميا ومع مانفستيشن بتاعة التارجيك تانية يبقى البين ده الشرد البين ده مع كحة ومع شورتنس يبقى ازا بقى بلورل البين ده ريليتد للموبمنت اما بيتحرك ولا يحرك عضلاته ولا ياخد نفس جامد ولا يعتص البين بييجي يبقى ازا ممكن يمشي ماسكولوسكالتر طب انا عرفت ازاي سأل الاسئلة التانية دي سألتها عشان انا عارف الاناتون حتة دي فيها ايه وكل أورجان في الحتة دي اما بيبقى افكتت الاعراض اللي بتيجي معا ايه فبسأل العيان عليهم واشوف حيجاوب yes or no if indicating yes so this is my target أورجان اللي هو فيه البروبلم then think pathological ودايما الحاجات الpathological اللي بسهلة في البتر نبقيت هنعرف البتر now disease dating since birth been left في family history of similar conditions دائما الحاجات الcongenital الحاجات التروماتيك هتبقى فيه صدن ودايما الترومة سهلة لأنه فيه history of clear history of trauma حاجة حصلت فجأة وبعدين تمشي regressive course وغالبا بتبقى painful حاجات الفسكولار تيكي صدن انصت واحد جاله stroke مش بالتدريج لأ ده كان واقف بطوله وكده فجأة لأينا وقع من طول sudden onset progressive أو regressive depending على تعالجت ولا ما تعالجتش هاتك كده الانفلاميشن والانفلاميشن والانفكشن يهم acute وكرونيك فده عشان يعني نرجع نتاين نقطة أهمية إن أنا بقى أعرفها duration مصر لأن حاجات الأكيوت يبقى معها يكون institutional symptom fever وماليز وحاسس أنه تعبان ولك سئل اللي هي المانفستيشن بتاعت الأكيوت في عكس بقى العيانين بتاعت وإيه كمان هيبقى عنده weight loss sweating toxic appearance ماشي فكل الحاجات دي ديوريشن أنا سأل عليها من الأول بس أعراض دي كمان هسأل عليها الكحة اللي عندك دي معها سخونة حاسس في جسمك مكسر همدان فضل الشهية في الأكل مع شورة ديوريشن يبدأ acute infection لأ بقى long duration ومع weight loss ومع sweating ومع night fever يبدأ toxemic symptoms خلاص نفس الحكاية في البنين والماليج نانتينيو بلاس لو end duration واحد عنده ماس عنده الكوعة اللي زهرت طبعا من إمتى بقى هذي بقى معي ممكن سنة وهي موجودة بتوجعك لأ مش بتوجع بتزيد بتقل لأ يبقى دايما طالما أنها long duration ومش عملاله مشاكل و progressing slowly يبقى ده يرول قوي تكون ماليج نانت بعكس الماليج نانت واحد كان عندي تصارد كالكوعة كده مثلا في الأجزلة في خلال مثلا أسبوعين حسس أنها بتكبر وابتدت بتوجع وبضغط على الحاجات اللي جانبيها أو عاملة أعراض تانية فده دايما يدل على الماليج ناسي تمام طيب لو الدنيا تاهد قوي مننا الناس يعني دايما بيعملوا حاجة زريفة كل أعراض كل حاجة من الأعراض عامل لها red flags يعني لكن كده الدنيا لو أنت نسيت تسأل على كل ده أو طهد أو ما عندكش المعرفة الكافية أنك تسأل كل الأسئلة طول أو different possibilities على الأقل ما تنساش تسأل على الأعراض بتاعت الخطورة كل symptom لها red flags بتاعتها فلو واحد جاي بيقح مثلا ماشي لو دلوقتي لو إحنا روحنا نصلي في المسجد هنلاقي نص المصليين اللي بيصلوا في المسجد بيقحوا حاجات خطيرة وعظم حاجات سهلة طيب إنما نسأل على الحاجات اللي ممكن تسأل that this symptom is something serious وإحنا انتفقنا أن إحنا الدياجنوز بتاعنا في البداية we are looking for the most probable and we are trying not to miss the most serious يعني لازم أسأل على ال red flags دي عشان ما ما فودش حاجة خطيرة ما فودش عيان كان ماليجنازي ما فودش عيان كان عنده مثلا serious infection خلاص so دايما يعني هتلاقي red flags بتاعت كل حاجة معينة يعني presentation مختلف عن الآخر لكن دايما وجود blood في الموضوع بindicate red flag دايما presence of weight loss indicate red flag ماشي so so cuffing of blood hemobs indicate lung cancer may يعني بقولش ان كل عين بيكوح دم هيبقى عنده lung cancer لكن لو لقيت فيه hemobs i should consider this possibility and rule it out by history examination or investigation اوكي بعد كده خلاص ما كده يبقى احنا كده كل اللي عملناه كنا بناخد خدنا chip column plant وبعدها خدنا history of the present list اتنقل لبقية ال items system review system review بقى دي هي list فعلا of causes هتلاقوا عندكم لو عندكم format بتاعت l-e-c-e لو في جسو intestinal symptom respiratory symptoms cardiovascular urgenital nervous musculoskeletal endocrinal and general symptoms بعد ما نقفش عرفت ايه مشكلة العيان ونقفتها من كل الزوايا ودورت على كل اللي خطرت بالي كبوثي والإيتيولوجي وسألت على كل associated symptoms اللي ممكن تفاعلين I mean something which is essential اول العيان يكون عنده اذر problem مأسر عيه طب نعمل ايه نعمل reviewing system نقوله بقى خلاص اسمح لي اسألك بقى list كده من الأسئلة عشان نتطمن ان كل حاجة غير كده تم ماشي وبتدي اسأله list احيانا system review ده ده يدسكابر something which was يعني very serious والعيان ما كانش واخد باله منه هو كان عنده جاي كل مشكلته بيشتكي من انه عنده مثلا ألم في بطنه وانت ما عد تاخد منه system review ده اتشبت انه هو نازل في الوزن واتشبت انه بيله night fever night sweating وانه عنده skin manifestation وحاجات واختشبتنا في الآخر ان الموضوع ما ليج منسي ماشي طيب بس هو ما كانش واخد باله من كل ده وما كانش ايلهولك في present illness so system review help you to discover something which the patient may not الثانية find or concomitant illnesses يعني مع العينيين بذاتك old age ما بيجيش ببروبلم واحدة بيبقى عنده multiple problems بعد كده نتنقل البسط medical history في البسط medical history routine دي we should ask about exeris history بسم الله condition يعني الحاجة اللي انت بتشتكي منها دي حفالات لك قبل كده ولا لأ عشان لو recurrent نبتد نفكر في الكوز اللي بيخلي ركب واحد جاي عنده نيمونيا اللي بيخلي كل سنة يجيله نيمونيا مش طبيعي طيب لازم ندور لها على سبت ثلاث واحد جاي عنده بالور وانيميا بس هو دايما عنده الحكاية دي يبقى ندور على الكوز بتاك الكورونيك انيميا انسوق طالع الكورونيك والحاجات المشهورة نسأل عنها نسأل على الهايبرتنشن على الضيابيتس على الأزمة نسأل على ودايما نعرف ان دول مش جس على فكرة ممكن تشخيط الحالة يكون قوة يجي من البسط عيان اللي قلنا انه بيقوح من البداية ده ممكن تكون كل حاجة في الهيستوري ما طلعت لناش حاجة بس العيان يقول في الهيستوري اه انا عندي تحصل لقبل كده وكنت تنومت قبل كده اكتر من مرة في المستشفى وكنت تنومت في المستشفى بيحطوا لجهات البخار والإنهيلرز دول برتاح جدا عليهم ده هيبقى كله ان العيان ممكن يكون فيه بعض الأزمة أو ألرشي خلاص درج هستوري يجب أن نسأل من أي برسكرايب درج ماشي أي أذويه هو بياخدها من نفسه عيان الثاني نرجع نقول واحد اللي كان يشتكي من أبدو من البين شتكي من الواجع وقعدنا نسأل ومن إمتى وقونسة وقوسة ونيجي عند نقطة الدرج هستوري نكتشف أنت تسأله إيه لي بيزوده ومش عارف إيه لي نقصه ومش عارف جينا ناخد الدرج هستوري لقينا أنه هو مثلا كان عنده حاجة ولا حاجة ووصفين له مسكنات بقاله ماشي عليها لمدة شهر والمسكنات دي هو مستمرة عليها لأن الألم بكل شوية بيجيبه فبياخدها وهي اللي عمل يبقى الدرج هستوري في حد ذاته ممكن يقول لنا التشخيص بتاع العيان طب حتى لو ما قلناش التشخيص بتاع العيان لازم أعرف المريض بتاع بياخد أدوية إيه عشان أنا I will treat him with drugs عشان أطمن إن ما فيش drug drug interaction أو any problem that may occur around these drugs طبعا تستقلوا على history of drug allergy ماشي عشان إحنا هنديله medication we should know that he is not allergic to it family history the same do not consider family history is routine question sometimes the clue is from the family history عيلة هم العيان جاي يشتكيب دلوقتي واحد عنده 40 سنة مثلا عنده بالrectum لو ده عنده family history إن عنده قبل كده أبو مثلا توفى من cancer colon هيبقى management والانترفيرنس مع العيان ده totally different من patient تاني ما عندوش family history ده في حاجات احنا هنعرفها بعد كده في الصبب ليها strong family or genetic background so if it is present يعني العيلة دي فيها cancer colon الشخص اللي جاي يشتكي من نقطتين bleeding بالرجل I will deal with him very aggressively rather than another patient who do not have this strong family history صورته بنسأل على حاجات similar condition في الفاميلي بنسأل على chronic illness diabetes والhypertension بعد كده social history وده بنسأل على level of education lifestyle smoking housing condition والحاجات دي هتلاقلها علاقتها بتظهر بلنا قوي على حسب المرض فلو أنا عيان عندي أزماتك هايزة عرف هو smoke ولا لا والhousing condition بتاعتنا أخضرها ايه عيان مساء عنده gastritis diet habit بتاعته أخضرها ايه يهمني level of education عشان أقدر أعرف إزاي يعني أشرح للعيان level بتاع language بتاعتي والinformation that he can understand in a single setting خلصنا كده الهيستوري احنا عندنا طريقتين لأخذ الهيستوري data driven اللي هي collect everything وبعدين نقعد نفكر later أو hypothesis driven which is إن أنا هعمل إيه هعمل I will think about the possible etiology and ask questions depending on it يعني إيه أما العيان جيشتك إنه بيكح راجب عنده عشرين سنة استكلم قحة فقالها يومين فأنا من بداية سماعي للcomplaints دي كونت في دماغي possible differential diagnosis في دماغي كل diagnosis من دول لي clue أو لي key فابتديت وأنا بسأل في الحسوري أسأله على close والkeys دي جاوبها بالpost I support my point of you جاوبها بالnegative لطريقة الhyposis driven history this is what expert doctor do while they are reaching diagnosis for their patient مار الكلاسيك history اللي بتاعنا بتاع الميديكال students اللي أنا عارفة set of questions بتاعت أعراض الrespiratory أعراض الgesterone أعراض المشكل أسألهم كلهم وراء بعضهم كده وبعد ما خلص عود أفكر طب هو كان قال إيه طب يبش إيه طب ما يمشيش إيه واكتشف إن أنا نسيت حاجة أو مرجع للعيان possible اتيولوجيا طب possible اتيولوجيا هنجيبه منين اتفقنا نحن عندنا لستة كبيرة من الأسباب مش ممكن أمشي بيهم كلهم أنا بامشي إيه المست لإيجي في الاج جروب دي للشخص ده بالبرزنتيشن ده بيز ده على التخييف اللي عندي ده هبتدي generate a list of questions أسأل عليهم هتساعدني إنها أوصل لصورة أوضح وصلت للdiagnosis أوكي ما وصلتش يبقى رول دقوة الdiagnosis ده أبتدي generate another set of questions and so on كده خلصنا الفيستوري بتاع العيان ستزين نرجع اتفقنا في 70% من الحالات حانوصل للdiagnosis طب لو ما وصلناش على الأقل أنا عارف وانا قاية مفحص العيان أنا قاية ما أدور على إيه أنا دايما أدور أشوف في حاجة أنا اتفقنا اللي عنده تشاستبين ده أنا شكيت إن هو حاجة في الألفي فأنا راي أفحصه كاردياك أتأكد فعلا ضغطه أخبره وإيه النبض أخبره وإيه في أريزميا ولا لا في abnormal heart sounds في murmur and so ماشي so we will start general examination we will go to the examination and every system examination started was general لا يمكن أروح أفحص هايان هو بيكح طب أنا حفحص دو أو هو بيكح فأوكي حفح في القلب أنا شاكي كأنها حاجة في القلب no the patient is not an organ coming with a problem the patient is a whole patient having a problem so you should start generally have a general look of the patient the vitals conditions general condition any relevant finding في general problem of the patient then go to the organ بعد كده خلاص أنا خلص في الexamination يبقى هاعد بقى كده فكر مع نفسي ممكن أكون وصلت الdiagnosis وسامي الworking diagnosis ولو الحل simple هفلص هكتب efficient management أو حلقين محتاج أطلب investigation التفكير اللي بنشتغل بي ده اسمه clinical reasoning skill clinical reasoning skill دي عبار عن process by which the decision collect information or tools and process this information يعني أنا سألت أسئلة خلاص ما ماشي أوكي الإجابات هي قدامي هي مش مجرد إجابات موجودة على الورقة أو إجابات متفجلة الإجابات دي أنا حتكر فيها process this information and it comes to an understanding of the patient problem of situation then plan to implement an intervention بعدين evaluate the outcome reflect and learn from the process يعني هي دايرة أنا جمعت معلومات على العيان المعلومات دي بتديت أجمعها من إمتى من أول ما قلت للعيان سلامه عليكم أنت بتشتكلي من إيه خلاص قبل ما أقوله كمان أنت بتشتكلي ما أعرفت هو mail or email edge group بتاعته إيه residence بتاعته جاي منين النationality بتاعته إيه بتديت التصور إيه problems اللي بتبقى common في المنطقة دي أو في edge group دي وبعدين بدأ العيان يقول لي الشكوى بتاعته هبتدي يعمل processing والحكاية مش بجمع المعلومات وبعدين process لا أنا في أثناء عملية التجميع I'm going to process عملا أفكر فيهم أفكر فيهم أفكر دا بيقول كذا يبقى دا يمشي كذا طب خلاص يبقى أحسأله السؤال اللي بعدي أنسؤل في الآخر identify the problem identify the problem of the patient establish يعني ما خلاص هو دا ممكن يكون حاجة cardiac شاستبين دا cardiac فالقول بتاعي إن أنا confirm this diagnosis هطلب له investigation هطلب cardiac enzyme واطلب ECG مثلا خلاص عملت الأكشن دا الحاجة أنا عايزة confirm القول بتاعي confirm diagnosis action taking إن طلبت investigation جات لي الinvestigation أشوفها أشوف الinvestigation دي تلعت فعلا مشية مع التصور اللي أنا كنت متصوره تلعت فعلا بوستف والECG فيه clue of my cardinal infection والenzymes elevated فتسوكي تمشي مع تشخيص ال-infarktion فيبقى خلاص أنا تعلمت من كده إن ال-presentation reflect on the process يعني إيه يعني أنا دلوقتي تعلمت إن ال-presentation دا طلع إيه كواللي my cardinal infection أنا طلعت بفكر صح خلاص يبقى أنا تعلمت هبتدي عامل إيه أشوف بقى consider أرجع تاني يبقى عايزة أدي للعيان treatment consider the patient situation collect close and so on ونبتدي نلفة الدائرة تانية افرض إن إنت الفايندينج بتاعتك طلعت لأ ال-outcome بتاعنا طلع لأ الكارديك إنزام نورمل والعيان ال-ECG بتاعه نورمل فإذا هو مش my cardinal infection يبقى هرجع تاني يبقى أنا تعلمت إن ال-presentation دا مش ماشي كده يبتدي أجمع معلومات تانية عن العيان وبتدي أفكر في alternate diagnosis ودور على close تانية وعمل processing information and so on أوكي سوء كله موصل لبعضه وإحنا مش بنجمع وبعدين نفكر لا إحنا بنفكر على طول في أثناء التجميع عملين نقول process information process يعني إيه process دي حاجات هنتعلمها بالممارسة والشغل اللي هو إيه يعني ما العيني يقولي إيه مثلا عندي كحة بقالها يومين يجب أنا ده تركبتها acute تكفر خلاص عندي سخونة وجسم يمكسر يبقى حاول عنده constitutional symptoms يبقى أنا باخد منه الحاجة وشوف بيه الطب إيه والإيه عندي weight loss ومثلا night sweating يسميها toxinic symptoms خلاص يبقى كل ما نقرأ كل ما نتعلم زيادة كل ما we encountering patient real patient عندما تروح المستشفيات أو السيناريوهات اللي بتشوفوها في cases بتاعتكم هتتعلموا how to interpret the finding بعد كده discriminate discriminate يعني يا فرع العيان جاي يشتكي من كلام كتير أشوف irrelevant وإيه اللي مش relevant ماشي إيه اللي يمشي وإيه اللي ما يمشيش إيه اللي يعتبر clue مهم في الحالة دي وحاجة كنت كنت كان عندي عطس وترشيح وبعدين بعدها تديت أكوحهم شايف طيب هشوف أمشي ورامين فيهم أعتبر clue يعني discriminate what is relevant and what is not relevant بعد كده relate relate يعني أجمع الحاجات مع بعضها بكوح وعنده shortens oppress وسخونة دول كلهم ممكن يجمعوا مع بعضهم إنه عنده chest infection infection عماية حرارة chest هو اللي affected بدليل إنه عنده كوحة وعنده ديسنيا والكلام ده ما هوش أبر respiratory لأنه لوحد عنده لوز ما بيبقاش عنده ديسنيا ماشي يبقى ده الور respiratory يبقى أنا كده عمل تريليت انفير يعني إيه يعني أنا أشوف الكلام ماشي logical ولا لا وأدهر على كلوس تانية وأتأكد وعمل لها matching معها ماشي بعد شوية ما نتضرب كتير على كده هيبقى عندنا what is called illness script اللي جاي بيشتكي من واجع في جنبه اليمين radiating الright shoulder وبيزيد مع أنه بيأكل أكل دهني ده السكريبت بتاع coulycystitis اللي جاي بيشتكي من central chest pain squeezing و dull aching وشديد قوي وبيسمع في كتفه الشمال ده بتاع myocardial infarction ده مش عارب إيه فبنجمع بنحفظ بعد كده من قدر ما شفنا اللي سكريبت دي بيبقى مجرد ما تشوفها تولقى ده بتاع كزا ده السكريبت ده الإلنس ده فيشوف situation ده تعيين سنه خمسين سنة جاي هايبرتنسف وديابتك وجاي chest pain ده سكريبت انت حفظته ده بيبقى بتاع myocardial infarction غير واحد شباب بيلعب رياضة وبيروح الزم وعنده chest pain بيزيد مع الموبمنت يبقى ده بتاع المسكول skeletal pain انت حفظت شكل السكريبت وبتديت تطبق السكريبت دي كل ما you practice more كل ما يبقى عند السكريبت كثير كل ما تتدرب ان انت تقدر تطبقها ناخد بس الاجزامبل الاخير ده كده يبقى انا عندي patient جاي اول هدف من عندي هو ان انا to identify presenting complaints واشوف ال complaint اللي هو جاي به هذي جاي في اني context هو واحد كبير بست صغيرة في السن طفل صغير يبقى ده ال context اللي هي جاي فيه ابتديت سألت ال cardinal questions بتاعتي فسميتلي initial picture of the illness ابتديت generate hypothesis what is the possible etiology of this disease ماشي نتيجة الهايبوس اللي انا طلعتها دي طلعت اناظر set of questions ابتديت اسألها العين يجاوب بالإجاب او بالنفس ابتديت اعدل تفكيري اه يمشي لا ما يمشيش ايوة تيجي وياه فابتديت اعمل ال differential او الهايبوس اللي انا حطتها في دماغي دي بعد كده وصلت ال professional diagnosis من ال history اروح اعمل ال examination وانا هدفي اه العيون ده ما بين انو ودي اخطر حاجة لازم افكر فيها او اتأكد انو مش muscular skeletal بين طيب هقوم افحصه عشان اشوف ضغط واشوف general vital signs واشوف severity of pain انسق في عندي set of finding انا رايح ادور عليها وتأكد هي موجودة ولا مش موجودة عشان number one انو انا حطيته في ال list of differential diagnosis وانا بفحص السدر بتاعه كان في diminished ear انت هي في مشكلة في chest auscultation طب اطلب اشعة تانية اطلب x-ray chest and so on you will find yourself you are in a continuous circles حاجة بتوصل لحاجة حاجة بتوصل لحاجة starting from point zero when your first encounter your patient i hope ان الامور تكون واضحة بالنسبة لكم حتى لو هي مش واضحة دلوقت حتى تصرح كل ما تشوف عيني كل ما تبتدو يعني proceed مع الكورس بتاعكم في nutrition وال metabolism او كل ما تاخدوا sessions بتاعة l-ece ونبتدى نتكلم على details بتاعة biomedical history واتحب ان اشوف كم sessions القادمة ان شاء الله لو اي حد منكم عنده اي استفسار طبعا الماكلويد والlectures بتاعة l-ece لو تحبو ترجعوا لأي حاجة منها شكرا جزيلا لكم دكتور اي دكتور بس اه ما رضلتول انه هل موجود لذلك الكورس ولا لا لا هو اكيد فيه بس انا مشانا اللي ماسك l-ece والله دكتور يعني انت ممكن ترجع للدكتور اللي ماسك l-ece يبعط لك لك لانه اكيد فيه لك الكورس ده كورس يعني لانه انشاء الله لانه حيبتدي يبقى عن كل سيستم نتعلم سيمتم بتاعته والإجزاميناشن بتاعها ففيه شغل كتير الكورس ده ان شاء الله لليات ال-ece ده بيعتبر بتاع ال-clinical phase تمام نمتع رأي بك العام تمام تمام التوفيه ان شاء الله شوفكم على خير جميع سلام عليكم